مشاهدينا رح ننتقل للعقبة لحتى نحكي أكتر عن حول أول متحف عسكري تحت الماء في خليج العقبة الآليات العسكرية بعد خريجها من الخدمة من آلة للحرب إلى مؤلن للشعب المرجانية وملاذن للباحثين عن مغامرة جديدة بمن أنه إحنا هلأ صيف الدنيا شوب خلينا نشوف شو عملوا بالعقبة لهواة الغوص في خليج العقبة مفاجأة فريدة من نوعها تنتظرهم فهم سيجدون معرضاً لكنه من نوع جديد يحوي دبابات ومدرعات وطائرة هوليكوبتر ومدافع وكأنه عرض عسكري هذه الآليات العسكرية وبعد خروجها من الخدمة تم إيجاد دور جديد لها اتحولت تحت أعماق المياه من آلة للحرب إلى موئل للشعب المرجانية وملاذن للباحثين عن مغامرة جديدة هي مغامرة تحبس الأنفاس بشكل عام في خليج العقبة للتنوع الحيوي الكبير موجود جداً من أسماك ومن مرجان في الـ 27 كيلو اللي موجودات عنا للأردن إضافة إلى هذا تم إضافة نوعية واللي هي حيود المرجانية الإصطناعية اللي بنمو عليها المرجان مثل السفينة الغارقة اللي عمرها 34 سنة تحت الماء وصار عليها حيود مرجاني كبير جداً وصارت من أهم مواقع الغوص في العالم مش بس عنا هنا في المنطقة بالإضافة إلى الطائرة العسكرية C-130 اللي تم إغراقها قبل صنتين والناس ما زالت تيجي عليها من كل أماكن العالم عشان تتفرج تستمتع بالجماليات اللي موجودة عليها وآخر إشي تم اللي هو المتحف العسكري اللي صارت 19 قطاع عسكرية موجودة بتشكيل حربي تحت الماء بشكل جميل جداً وإن شاء الله موجودة على منطقة رملية وإن شاء الله رح يصير فيه تنوع مرجاني كبير جداً بسبب المنطقة اللي موجودة فيها وسرعة التيارات لأسرع من الأماكن الثانية اللي بتأدي إلى نمو المرجان بشكل أسرع فرح تكون تجربة فريدة من نوعها أنا بعتقد في العالم كله الغوص على المتحف العسكري الجديد اللي موجود عندنا في خلج العقبة المعرض العسكري الجديد يوائم بين متطلبات هوات المغامرات المائية والمحافظة على الأحياء البحرية كثير عم بيجينا ركوست وطلبات من كثير ناس من كثير جهات في العالم حابة كثير تيجي عشان تتفرج وتتكشف هذا المكان أنا بتوقع بعد سنة سنتين زمان مع وجود التيارات في المنطقة هاي مع نمو المرجان الطري اللي رح يكون بشكل سريع على هاي القطع العسكرية رح يكون عبارة عن متحف جميل جداً أو خلينا نسميه حيد مرجاني إصطناعي ملهوش مثيل في العالم الأسلحة الحربية تحولت من دورها التقليدي التدميري بعد أن نفضت عنها غبار الحروب إلى دور نقيض هذه المرة بمنح الحياة للمرجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر